أهلا بكم من جديد تابعنا مع بعض الجزء الأول من هذه الحلقة وزير المالية دكتور محمد مؤيد وتصرحات كتير جدا عن الإصلاح الاقتصادي وجدوى الإصلاح الاقتصادي وطبعا أهمية الإصلاح في هذا التوقيت رغم المشاكل اللي بعض الناس بتعاني منها طيب إلى الجزء الثاني من الحلقة دي معانا هذه المرة الشاعر الكبير عبدالسطار سليم رائد فن الواو الشعري وابن صعيد مصر البار هو من موليد سنة 1940 بقرية الرحمانية بناجع حمدي بمحافظة جنة قدم للمكتبة الشعرية العديد من الدواوين وحصل على جهزة الدولة التشجيعية أيضا هو عضو المجلس الأعلى للثقافة عبدالسطار سليم رائد فن الواو الشعر أهلا بكم معنا وجزء الثاني من الحلقة دي معه فقرة خفيفة شوية شاعر نتكلم عن الصعيد وعن خير الصعيد المصري أهلا بك أستاذ عبدالسطار أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين أهلا بك أرحبان أهلا بك أرحبان أهلا بك أول مرة فعلا أنا أسعد بأنني أطل من نافذة قناة تعليم أهلا بك أرحبان يعني أيه فن الواو فن الواو هو أحد الفنون الصعيدية القولية الصعيد الحقيقة عندنا أنا أمثله بأنه هو يعوم فوق بركة من الفنون القولية القديمة أشهر هذه الفنون فن نواو لكن هناك فن العدودة الصعيدية العدودة العدودة آه اللي هو رثاء الميت يعني رثاء الميت وده فن راج في صعيد مصر وعلى فكرة فن العدودة لا تستطيع أن تقوله إلا النسوة يعني فن العديد تعدد عليه آه تعدد على الرجالة يعني يعني إحنا نعرف نقول فن نواو والرجالة يعني لكن الستات يقولوا العديد بالضبط وفيه شيخة المعددات وكده فيه أيضا الموال الموال فن صعيدي قديم وعريق وفيه بيقولوا عليه حتى الموال الحارق اللي بيحرق يعني أنا بقول مثلا في أحد الموويل بخت الخسيسة عدل لما الزمن غلاه ورخص ابن الأصول وفي جدرته غلاه فلت جلعي عشان أرحل خنتني الريح ودرست جرني طلعت ابنه بلى غلاه هذا هو الموال الصعيدي زي ما أنت شايف سعادتك والسادة المشاهدين المفردات كلها صعيدية يقول لك الخسيس وبخته عدل نجي بتفصيل لكن فن الواو فن العدودة لهو الرثاء عند النساء والموال والموال حاجة تانية هو فيه في السودان جنوب جرب السودان فيه فن النميم فيه فن المصدر فيه فن لكن ده كلها مش مشهورة بشهرة فن الواو كلها اسمها فنون قولية بلعنها تقام يعني ايه واو احنا عندنا في صعيد مصر في فترة ايما كان المماليك والأطراك بيحكموا مصر كان ما فيش بني أساسية في الصعيد ولا مدارس ولا تعليم ولا زراعة كانت الناس يعني تهاجر من الصعيد واحد مثلا شاب يصر خلاجاته كده وحطهم على كتفه ويقوله الو راح فيني يقولك مبحر يعني مبحر يعني يح مصر عشان يلاقي شغلي يعني وبعدين عايز يعبر عن ألامه وأحلامه بالفن لأنه انت عارف سعادتك والسادة المشاهدين يعلمون أنه الفن هو البوابة الملكية للتعبير عن أحاسيس الناس بدليل أنه المصرح بنقوله عليه أبو الفنون لأنه بنحط عليه في حاجات كتير وتسقط على كل والتقاء مباشر بين الجمهور والتقاء مباشر بين الجمهور فكان يقف بين الناس الرجل اللي في الصعيد ويقول وقال الشاعر هو عايز يقول شاعر فيقول وقال الشاعر ولا حد خالي من الهم حتى قلوع المراكب أوعى تقول للندل يا عم لو كان على السرج راكب ويصبر شوية كده لما الناس تستطعم الكلام يعني ويستاني ويقول وقال الشاعر ولا حد خالي من الهم حتى السعف في جريده أوعى تقول للندل يا عم لو كان روحك في إيده تشعر طبعا بالمرارة في هذه المربعات وأنه كل ما يقول مربع وإحنا هنقول ليسا موه مربع كل ما يقول مربع يقول وقال الشاعر فكلمة واو والواو كثرت كل ما يقول مربع يقول وقال الشاعر فكثرت واوات العطف وسمية لذلك بفن الواو لكن وقال الشاعر على نفسه على نفسه طب ليه بيقول وقال الشاعر ليه بيقول وقال الشاعر ليه ما يقول لش أنا اللي قلت يعني احنا الآن كشعراء لو حد أخذ كلامنا هنزعل إنما هو الرجل بيتخلى عن كلامه لأنه هو بينتقد الحاكم المملوكي فيخشى إنه هو لو حد فيه يقول إيه يمسكه من الجفاة يقوله تعال أنت بتشتم الحاكم فعلشان حتى لا يقع تحت طائلة القانون يقوله وقال الشاعر لو حد قال له أنت بتسيء إلى الحاكم يقول ده مش أنا اللي قلت ده الشاعر اللي جاء وكأن أصل الفن نشاط سياسي هو فن الواو ابتدع للنشاط سياسي كرد تعبير عن ألامه وأحلامه وعلى فكرة الناس الذين قالوا هذا الفن كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون فتصور هذه الحياة الجماليات والصور الشعرية طيب جابوها منين أصلا فن الواو فن متأثر بالقصيدة العربية اللي جاءت مع الفتح الإسلامي القصيدة العربية تعلم حضرتك ويعلم السادة المشاهدون إنها تتسم بسمتين أساسيتين اللي هو الوزن والقافية هنتكلم طبعا عن تفاصيل الفن وهل لي قواعد ولا مالوش أول كلامي حصلي عل الغزالة مشتله واحكي على اللي حصلي وزرع همومي في مشاتله صلوا معايا على البدر طاه النبي المكمل هزم الصناديت في بدر وصبر لغاية مكمل يا ما بكى على الرباب شاعر وحنت ضلوع يا ما بكى على الرباب شاعر وحنت ضلوع على بدر مخفي وراباب مستن ساعة ضلوع كانت بلدنا لنجاز صبحت كهارب كتيرة كانت بلدنا لنجاز صبحت كهارب كتيرة بعد الربابة والرجاز عشقت مدنة وشكيرة لا تحسد اللي حداه مال لا تحسد اللي حداه مال والجتة منه عليلة ما يعدل البخت لو مال كافة كنوز القبيلة من ناعم الصبر سفيت وفتلت منه حبالي من ناعم الصبر سفيت وفتلت منه حبالي وكبست جرحي ما خفيت ولا فارق الجرح بالي جيت لك على قدامي ورمين خلك وما تتبعني ما تقولي صليت ورمين خلاك في ليلة تبعني يا بريك داير ببزبوز رشرش علينا ضلامه الدنيا ديلها صبح بوز والسبعة ضايع كلامه عيني رأت سرب غزلان فيهم غزالة شريدة والقلب لما تنغزلان شاور وقلي شريدة مشي البنية بخلخال تخطر كما في العمايل عشق الصبايا يا بو الخال عامل في قلبي عمايل على بختي آخي تلوى الزان لما عملت سريري الزان عمر ما يتلوى لكن بخت خشب الزان خشب الزان على بختي آخي تلوى الزان لما عملت سريري لو يوزن القول والزان قمحك ما يسوى شعيري ليه لك يا بو الولد طولان ولطول قطر البضاعة قطر البضاعة كان أطول قطر عندنا زمان في الصعيد ليه لك يا بو الولد طولان ولطول قطر البضاعة قفت همومك بلودان والهم أخوك في الرضاعة كانت بلدنا لنجاز صبحت كهارب كثيرة ده من المربعات اللي الناس بتحبه خالص ليه ليه آه يقول لك إحنا يعني معاني أنا بعتبر أنه ده نوع من التحضر أنه بلدنا كانت لموت جاز وأصبحت كهارب بعد السد العالي والتعدي حضارة لكن هم عشاق القديم يعني يقول لك اللمبة العويل والفنوس يمكن حضرتك تذكر الفنوس اللي هو القنديل اللي كانوا يقولوا بنور بنورة كده ويعبوا له جاز وفيه فتيلة واتنور وكانت الجزاز ده آخر الليل يتمني صمات فكانوا بيسموه القنديل آه القنديل فهم يحبوا الهدوء مش انتعارف دلوقت الناس الكبار لما يروحوا مطاعم كبيرة يتعشوا على ضوء الشموع طب ليه بيطفوا النور ويتعشوا على ضوء الشموع إذن أجدادنا اللي في الصعيد عندهم حق لما يحب النور وكان يحب بضوء القمر على فكرة يعني يطفي اللمبة بتاعته تمام علشان يستمتع بضوء القمر طيب هنرجع لفكرة القواعد التي يبنى عليها فن الواو هكذا يكون السؤال بالغطاء نعم فن الواو هو أحد عائلة التربيع إيه عائلة التربيع إنك تقول مقطعات شعرية مكونة من أربع شطرات بالمعنى القديم تعرف البيت الشعري مكون من شطرين شعريين اللي هو النص الأول والنص الثاني يعني أقول مثلا أي بيت شعري بكون من شطرتين سلوا قلبي غدا تسلا وتابا لعل على الجمال له عتابا فبيسموا الشطر الأولى دي صدر البيت والشطر التانية عاجز البيت فلما أقول بيتين شعريين يبقى فيهم كام شطرة أربعة فن الواو أو الفن القولي عموما فن الواو والموال والعدودة والدوبيت والزجل العادي اللي كانوا بيقولوا برام التونسي كله مكون من أربع شطرات علشان كده بيسموه المربع دي أول حاجة المربع اللي هو أي مربع ليه بنسمي ده فن وو وده زجل وده دوبيت وده لأنه كل مربع يتعمل على بحر شعري معين ويقف بشكل معين لك ماضح من كلام حضرتك أنك دارس الحمد لله الموضوع النهاردة أصبح فيه دراسة وتعليم ولا فقط الموهبة وحب لا 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 ده العدودة اللي الناس ما سمعتش عنها أصلا فن له دراسة وتقييم وله لون وله ريحة المعددات في الصعيد بتدرس العدودة؟ لا ما تدرسش ده بتسليق والناس اللي بتدعوا فن الواو أنا قلت في بداية كلامي كانوا أميين لكن خلينا في العدودة بما أنه تقوم بها فقط النساء نسوة فقط فقط وبتدرس بتدرس فهمنا المعدد إزاي؟ بالزبط إزاي بتدرس وإزاي الستات الكبيرة هاي اللي بتعملها؟ بالزبط شيخة المعددات اللي هي الحافظة كل كل ألوان لأنه العدودة الميت نحن طلبنا حاجة يعني عايزين نفهم أوي يعني مثلا الولد الصغير ليه عدودة الرجل الكبير ليه عدودة الست ليه عدودة الرجل ليه عدودة الغريب اللي يموت غريب ليه عدودة اللي يموت في الحرب ليه عدودة شيء ثري وشيء يعني بنت في الجامعة مثلا والدها متوفي وجات وبنت زميلتها أبوها جايزورها في الجامعة فالبنت تقول إيه؟ البنت اللي أبوها ميت تقولي زملتها ما تقعديش جاري يلي بابوكي ما تقعديش جاري تقولي يا بايد زودي ناري ما تقعديش جنبي يلي بابوكي ما تقعديش جنبي تقولي يا بايد قطعي قلبي ما تقعديش يمي يلي بابوكي ما تقعديش يمي تقولي يا باية زودي همي هذا الكلام عندما يقال ملحم في الميتم أنا برغم سني الكبيرة دي لكن لا أمتلك دموعي من أداؤهم علشان كده بنسميه فن الحزن الباكي إزاي ملحم في الميتم في الميتم الست تغنيه غنى بتعدد يعني علشان كده اللحن عادة الموسيقى عادة بتضيف بعد ثالث للشعر علشان كده معظم الشعراء ما اشتهروش إلا لما غني لهم يعني ما حدش كان يعرف أحمد شوقي إلا بعده ممكن ثم غنات عبد يهاب وما حدش كان يعرف نزار إلا لما تغنى كده يعني هو كان ناس معروف لكن معروف لدى الخاص الوقت يضاهمنا بقول لا حوله ولا قوتين مطمئن على مستقبل الفن في الصعيد وبالأحرى الشعر وكل الفنون القولية بصفحة عامة في الصعيد وباختصار نعم إحنا عندنا في الصعيد جلنا الفن الواو هو سيد الفنون القولية وهذا الفن هو رباعي ويتكون من أربع شدرات وله بحر شعري معين وله تقفية معينة نعم يعني مثلا أنا بقول مربع من كلماتي يقول إيه باختصار باختصار أول كلامي حصلي عل الغزالة مشتله واحكي على اللي حصلي وزرع همومي في مشتله ده على بحث شيء معين وهنا حصلي وحصلي كلمتان تنطقاني بنفس الكيفية وتختلفان في المعنى والغزالة مشتله ومشتله شكرا جزيلا طبعا أنا استلتعتي جدا ولس ما كانت تزام بمعادة البرنامج شكرا جزيلا شكرا جزيلا شهر كبير أهلا سليم أهلا وسليم مش سليم سليم شكرا لكم شكرا لكم إذن كانت هذه الحلقة من جزءين جزء الأول مع معالي وزير المالية دكتور محمد معيط ونقاش طويل زي ما قلنا عن بسطاح الاقتصادي الجزء الثاني مع شعيرنا الكبير سليم تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة وهذه تحياته محمد الرمح ينقلها لكم من القاهرة السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته